نصائح من السنة النبابية ومن القرآن أولاً لابد من الرقية هي كانت بتقول إنها بتعاني من سحر في السابق يعني وعولجت من هذا المرض يعني ومن هذا السحر أولاً لابد من الرقية كل يوم قبل النوم تسمحها بسماعات الأذن تجيب الرقية الشرعية كده على الكليفون وتسمحها كل يوم قبل النوم دي أول حاجة الحاجة الثانية إن هي لابد تحافظ على الأسكار الصباح والمساء تحافظي يا أستاذ أولا على أسكار الصباح والمساء الصبح وبالليل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى المغرب وخصوصاً أعوذ بكلمات الله التمات من شريم خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع والعليم أسكار الصباح والمساء مهمة جداً